اللهم صلي وسلم دعالة على العربي الأشير وحالة على العربي سيد الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك أنعم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أيها الأحباب أنهينا فيما سبق من المجالس الباب الأول من متن العزية في ثقه السادة المالكية سيدي أبي الحسن الشاذري المنوفي رحمه الله ورضي عنه ونعقد إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الباب الثاني هو الفصل الأول كان الباب الأول حول الطهارة وكل ما يتعلق بها من شكل مختصر الباب الثاني هو باب الصلاة قال مصنف رحمه الله ورضي عنه الباب الثاني في الصلاة قبل أن نأتي إلى كلام مصنف رحمه الله نقول الصلاة لغة هي الدعاء وصلي عليهم إن صلواتك سكان لها أي دعو لها هذا في معنى العام اللغوي في الإصطلاح عرف السادة المالكية الصلاة قالوا هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام تعريف جامع مانع بسيط قربة أي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قالوا فعلية يقول قائل أقوال الصلاة لماذا قالوا هي فعلية لأن من شأن التعريف أن يشمل الأركان أما السنن وما ذلك فتعرفها في الأحكام أما التعريف يشمل الأركان وهنا تأخذ فإذا ستأتي معنا شاء الله إلى أن أركان الصلاة هي أفعالها فرائد الصلاة هي الأفعال أما الأقوال فهي ليست فرائد سوى ما ذكير للتعريف مع الفاتحة لستأتي معنا قالوا قربة فعلية إذن أفعالها هي الأركان القيام الركوع أعرف من الركوع السجود أعرف من السجود هذه الأفعال هي الفرائد إذن قربة فعلية ذات إحرام الإحرام هو الله أكبر وسلام الخروج من الصلاة قولاني هذه القولان فرائد لهذا ذكر في التعريف يقول قائل وأين الفاتحة فاتحة كذلك فرد نقول الفاتحة نعم فرد إلا أنه لما كان يمكن لي المأموم أن لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه وإن كان الأولان يقرأ لكن إن لم يقرأها في الصلاة السرية إن لم يقرأ الفاتحة فقد حمى لها عنه الإمام والفرض الذي يحمله الإمام أخف من الفرض الذي لا يحمله الإمام تكبرت الإحرام لا يحمله الإمام عن المأموم السلام لا يحمله الإمام عن المأموم فإذن فرضيتهما أقوى من فرضية الفاتحة فليد اقتصر عليهما من الأقوال وزد عليها المفاتحة باقي الأقوال كلها ليست فرائط ولهذا لم تعد في التعريف هذا كمدخل للتعريف تعريف صلاة لغة واستلاح قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الصلاة وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها أخبر أن الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها كما في الحديث الصحيح المشهور وقد أتى بلفظه فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا كأنه أتى بالحديث وأخبار أن الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمس ولتعلم أيها المؤمن المواضب والمحافظة للصلاة إلى أن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين كما سيدكره وما من عبادة وما من تكليف كلفنا الله به إلا ونزل من سماء الأرض إلا الصلاة لم يرضى الله لها أن تنزل فرفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لأجل أن يأتينا بها ما رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إلى ما فوق الفوق إلى حيث لا يصف لا بزمان ولا بمكان لحضرة الله سبحانه ليوحي إليه الصلاة إلا لتعلم عظمتها وعلو منزلتها فيها الدين وقدرها العالي فتحافظ أنت عليها كذلك ولا تسقطها ولا تنزلها أمر آخر كذلك جليل ما من شعيرة أو عبادة تعبدنا الله بها إلا وكان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي آتها بالصوم والزكاة والحج وكل الشرائع إلا الصلاة لم يكن عليه الصلاة والسلام واسطة بل تلقاها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم من رب العزة مباشرة بلا واسطة وفي حاضرة القدس هذه المعاني لما يعرفها الإنسان يعلم عظمة هذه القربة ويستحي من الله أن يعطيه الصحة والعافية والوقت والماء الساخن والبيت والدار والمسجد أمامه ومع هذا يعطلها أو يؤخرها عن وقتها أو نحو ذلك كما سأتي ولأجل هذا الفضل رغب فيها سيد الوجود عيسة السلام وأخبر أن كل الأفعال الناقصة تكملها الصلاة فقال أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة فإذا صالوحات صالوحة سائر عملي يعني العمل الذي كان فيه نقائص وفيه كذا وفيه كذا إذا كان الصلاة صالحة بأوقاتها وأدابها وفروطها وفرائدها يغض الطرف عن الأعمال الناقصة الأخرى لأن الصلاة تكملها لأن في الحقيقة إذا هو تهتم بصلاته في حياته فإنها سيكون آثارها على أعماله الأخرى كلها مستقيما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمعكر هذا كلام بسيط لا وإلا فالكلام عن الصلاة لا يمكن أن يحد لكن لنعلم أننا سنتكلم عن أمر عظيم وعظيم جدا قال مصنف رحمه الله والصلاة أعظمها بعد الشهادتين بعد التوحيد الصلاة أعظم أركان إسلام من أقامها فقد أقام الدين ومن تاركها فقد تارك الدين هذا أصل حديث من أقامها فقد أقام الدين كله ومن تارك الصلاة فقد هدى مع الدين كله وكيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم بما روح الإمام المسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة والعياذ بالله هذه مقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى عن الصلاة ترغيبا وترهيبا ثم قال ولوجوبها خمسة شروط تكلم في الفصل الأول عن شروط وجوب الصلاة تحتاج أيها المكلف إلى أن تعرف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة لأنها مستلحة ستأتي معنا في الفقه لكن ببساطة أقول شرط الوجوب هو ما لم يكن لك دخل فيه لا دخل لك فيه أبدا شرط الصحة هو ما كان كله لك أنت أن تحققه وأنت الذي تأتي بذلك الشرط حينما تعرف هذا تعرف الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة لكن ما معناها؟ شروط الوجوب معناها متى تجيب الصلاة ومتى إذا توفت الأمور صلاة الصلاة واجبة شروط الصحة معناها متى تصح الصلاة وإذا عدمت شروط صلاة الصلاة باطلة عرفنا فيما سبق من الدروس الطهارة الطهارة شرط الصحة بالصلاة أنت تتطهر وتصلي سأتي معنا أن استقبال قبلة شرط الصحة أنت تستقبل وتصلي شروط الوجوب لا دخل لك فيها قال المصنف رحمه الله ولي وجوبها خمسة شروط فبدأ بالأول فقال الإسلام اعتبر الإسلام شرط من شروط وجوب الصحة وهذا قول في المذهب غير أن الراجح في المذهب أن الإسلام من شروط الصحة وليس من شروط الوجوب باعتباري يعني لو اعتبرنا الإسلام شرطا من شروط الوجوب لكنك أن نقول إذن الكافر لا تجب عليه الصلاة وهذا قد يظن كثير مننا تقول هذا كافر لا تجب عليه الصلاة لا نعم هذا قول هذا قول في المذهب قول كثير من العلماء إلا أن المشهور أن الكافر ذاك مكلف بالصلاة تجب عليه الصلاة ومكلف بالإسلام قبلها فيجب عليه أن يدخل الإسلام وأن يصلي يعني لأن لو قلنا لا يجتجب عليه الصلاة فكأننا نقول لن يسأل عنها يوم القيامة بينما المعتمد والراجع منبني على الأصول الصحيحة أنه يسأل يوم القيامة ويعذب يوم القيامة لتركه الصلاة إضافة على كفره ودليلها قول حق سبحانه وتعالى حاكينا عن الكفار قالوا ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كفار نكذب بيوم الدين لكن أول ما سلككم في السقر لماذا أنتم في جهنم لم نكن من المصلين إذن تركوهم الصلاة أدخلهم جهنم بالإضافة إلى الكفر فمدام إذن مطالب بها فإذن الإسلام ليس شرط الوجوب لأن شرط الوجوب يعني لا تجيب عليه وبالتالي فالقول المعتمد هو أن الإسلام شرط صحة من شروط الصحة أي أنه الكافر مطالب الصلاة ولا تصح منه إلا إذا دخل الإسلام تفصيل بسيط في هذا الشرط الأول الباقي قال والبلوغ البلوغ شرط وجوب بمعنى لا تجيب على غير البالغ لكنها تصح منه إذا صلى الصبي كما أمرنا مروم الساعة السبعين والعشرين نحو ذلك الساعة صحيحة ومقبولة والثواب ثابت قيل يأخذ هو الثواب ويسجل له وقيل يسجل لوليه إذا كان وليه هو الحريص الأب أو الأم حريص على صلاته وصعب سبس سنوات وتمس سنوات وتسع سنوات هو يصلي والأب أو الأم أو من حرص عليه يأخذ ذلك الأجراء وذلك الثواب والعقل الثالث العقل فالمجنون لا تجيب عليه الصلاة ولا تصح منه حتى لو صلى غير صحيحة الرابع وارتفاع دام الحيض والنفاس المرأة في زمن الحيض أو النفاس لا تجيب عليها الصلاة ولا تصح منها إن صلت بهذه الصفة والخامس قال وحضور وقت الصلاة فدخول الوقت شرط مشروط وجوب الصلاة معناه أن إذا لم يدخل الوقت بعد فالصلاة ليست واجبة لا يجب وقت الظهر على الساعة العاشرة صباحا لا تجب لأن الوقت لم يدخل بعد بالتالي إنما تجب بدخول وقت الصلاة لا تجب ولا تصح فلو صلىها قبل دخول الوقت صلاة باطلة فهي لا واجبة ولا صحية ثم قال وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند سدع علماء الأصول الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار كثيرة باعتبار ما ينقسم إلى قسمين واجب مضيق وواجب موسع معنى الواجب المضيق هو الواجب الذي إذا تحقق شرطه واجب من غير تأخير الوقت إذا تحقق واجب مثالها نبقى في السلاة لتفهم مثالها الصلاة في آخر الوقت اختياري هذا واجب مضيق ليس عندك الحق أن تؤخر لأننا سنخرج من الوقت وتأثم فويل للمصلين الذين معنى صلاة ساهون أي الذين أخرجوا هل الوقت الضروري بلا عذر فهذا واجب مضيق الواجب الموسع هو الصلاة نفسها عند أول وقتها وهو الذي أشار إليه وتجيب بأول الوقت وجوبا موسعا موسعا كم؟ موسعا وقت الوجوب فلو كانت الصلاة الظهر مثلا في وقتها ساعتين مثلا فإنه إذا دخل الوقت فصارت الصلاة واجبة واجبا موسعا إلى آخر الوقت فتصليه في أوله أو في وسطه أو في آخره كما سيتمعنا شاء الله في أوقات الصلاة هذا الفرق بين الواجب الموسع وبين الواجب المضيق والواجب الموسع قد يكون وسعه ساعة أو ساعتين قد يكون وسعه 11 شهرا كقضاء رمضان مثل عندك كان فيه دين من رمضان واجبا عليه القضاء هذا الواجب موسع وسعه كم؟ 11 شهر سنة كلها إلى رمضان المقبل بكل هذا الوقت أقضي متى شئت ولا إثما عليك هذا كان تقيقا وصوليا بسيطا لتعرف معنى الواجب المضيق لا يتفعله الآن ولا استمع ذونا ولا معذورا في تخيره وبين الواجب الموسع قال وتجبوا بأول الوقت وجوبا موسعا ثم قال فمن جحد وجوبها أو شيئا من أركان الإسلام الخمس فهو كافر مرتد صلى الله عليه وسلم والعافية جحد وجوبها أي قال أن الصلاة هذه ليست بواجب من شاء يصلي فليصلي ومن شاء فهو حر هذا القول كفر والعياذ بالله وردة لأنه إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة نصا بالقرآن بالسنة بالإجماع كل شيء فإذا إنكار وجوبها ردة والعياذ بالله ما الحكم ما الحكم إذا كان الإنسان قال أن الصلاة هذه ليست واجبة قال فهو كافر مرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يستتاب يعني لو كان حكم الشرعي مطبق حقا فإن المسلم إذا كان في بلاد المسلمين ثم قال لا هذه الصلاة ليست واجبة فإن الحاكم يعطيهم مدى ثلاث أيام يتوب فيها ويعلن توباته وأنه أخطأ وأن الصلاة واجبة قلت بأننا لا نتكلم عن الأداء لا نتكلم عن الصلاة لا نتكلم عن اعتقاده فإذا قال بلسانه ما يدل على اعتقاده أن الصلاة غير واجبة وعطيها ثلاث أيام ليتوب فإن تاب تاب الله عليه وقبل توبته وإن أصر على قوله بأن الصلاة غير فرد وليست واجبة إنما هي ناس حرة من أرض أن يصلي فليصلي من أرض أن لا يصلي فله ذلك إن كان يعتقد هذا وقاله وكان الشرع مطبقا ليستتاب ثلاثا وإلا قتل كفرا معنى قتل كفرا ليس معنى أنه قتل وبقي في ذمة المسلمين لا قتل لأنه ارتد وبالتالي لا يغسل لا يصلى عليه لا يدفن في مقابل المسلمين وماله فيء للمسلمين لا يأخذ حتى الورث لأنه لا توارث بين كافر ومسلم هذا حال من جحد أن الصلاة فرد أو الزكاة أو الصو أو الحج أو أحد الأركان الإسلام الخمسة توحيد ونحو ذلك دقل يتكلم عن الأمر الثاني الواقع الكثير فقال ومن أقر بوجوبها أي أقر أنها واجبة قال هذا لا كلام فيه وامتنع من فعلها لما أقر بوجوبها كما هو حال غالب مسلمين قال صلي قال ما زال حتى احتيت بالله علي حتى نكبر حتى كذا حتى كذا العياذ بالله هذه كبيرة من الكبير وهذه عند غيرنا هي كذلك كفر لكن عند المالكية والشافعية والحلفية ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها تكاثلا هذا المقصود هنا هذا صاحبه ليس بكاثر لكن ما العمل معه عندما كان لو كان الشرع قائمة قال وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة يعني يؤخر يسجن يأخذ الحاكم عنده إذا علم أن فلان تارك الصلاة يأخذ عنده ويقول صلي فإذا صلى ترك فإذا قال لا لا أصلي وكان الوقت بعد دخول الظهر مثلا قال لا لا أصلي يؤخر إلى نهاية وقتها الضروري اللي هو غرب الشمس الظهر إلى غرب الشمس هذا وقت الضروري سيأتي فيؤخر إذاك الوقت ويهدد ويقال إن لم تصلي قتلت فإذا صار وهو بعيد جدا يرى القتل بين يديه ومصر على أنها واجبة وعلى أنه لن يفعلها قتل إلا أن قتل هذا عبارة عن إقامة حد من حدود الله لا قتل مشرك وبالتالي يقتل وهو مسلم يغسل يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين لا يطمس قبره ماله لوارثاته إلا أنه لا يصلي عليه إمام البلدة أهل الفضل والصلاح أهل القرآن إنما يصلي عليه أهله أو يصلي عليه عامة الناس أو نحو ذلك زجرا لأمثاله ولأنه لا يستحق أن يصلي عليه أهل الله أهل الفضل وأهل الخير انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره زاد مع آخر قال ولا يقتل بفائتة يعني لأنه الكلام كان على صلاة فات وقتها صلاة الصبح حتى الأمس فلا يقتل بها إنما يقتل لو ترك الصلاة الحاضرة الآن الوقتية ثم ختم هذا الفصل الأول من باب الصلاة بقوله ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ عشر سنين أمر المعروف مشهور أصله الحديث نبو الشريف المحفوظ الذي رواه أبو داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر مع أن العشر ليس مكلف والحادي عشر ليس مكلف بعد إنما أمر الأولياء أن يربوا أولادهم على الصراة من السبع والثمان والتسع وانتركوه وهم أصحابه عشان ضربوهم ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يخدش لحما ولا ضربا لكن غير مبرح لأجل أم ماذا لأجل أن تمتزج أرواحهم في الصبع بأنوار الصلاة ويكتب في صفحات قلوبهم البيضاء أسرار الصلاة وبركات الصلاة بحيث أنه إذا بلغا صار الهو المقبل على الصلاة لا يحتاج إلى أن يوجهه أحد وأشرقت أنوار الصلاة في قلبه منذ الصبع وهذا من أوكاد الواجبات التي أمر الله بها الأولياء وامره لك بالصلاة تستبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى هذا والله ورسوله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر